السلام عليكم أنا هيبة أبو الخير إذا أنتوا جداد على القناة وأول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو اضغطوا على زر اشتراك أو سبسكرايب وما تنسوش تفعيل جرز التنبيه هيوصل ليكم إشعارات بوصفات الجديدة في البداية حب أنوح إن الفيديو ده هيكون مرجع كامل للمبتدئين إزاي نحضر كيك من أول تغليف الصنية وإيه الخطوات اللي لازم نتباهها علشان نحضر كيك ناجح هتلاقوا في الفيديو ده نصايح كتير علشان تعملوا كيك ممتاز سواء في اللون، القوام، الارتفاع أو الطعم وكمان هقول لكم سبب هبوط الكيك وليه بيطلع غامق واليوم اخترت أعمل لكم كيكة البرتقان بتوليفة مكونات ممتازة تخليكم تعملوا أحلى كيكة برتقان بلون ممتاز، قوام مرتفع وطعم حلو جدا كمان في الفيديو ده هحضر معاكم سوس برتقان بسيط جدا للمبتدئين ولزيز قوي تابعوني لآخر الفيديو هقول لكم على نصايح كتير لنجاح الكيك المقادير اللي هحتاجها في تحضير كيكة البرتقان هتكون عبارة عن خمس حبات بيت بحرية الغرفة، يعني نخرج البيت من التلاجة قبل ما نشتغل بساعتين كوبات عصير برتقان فراش بحرية الغرفة نص كوباية زبادي بما يعادل ثلاث معالق كبيرة ممتلئة وبرضو عاوزين الزبادي يكون بحرية الغرفة هحتاج كمان معالقة كبيرة من بشري برتقان كوباية ونص سكر أبيض ناعم كوباية زيت نص معالقة صغيرة من البيكنج سودة اللي هي بيكربونات السوديوم أو سودة الخبز رشك ملح 2 جرام معالقة صغيرة من الخل 3 أكواب دقيقة وأفضل دقيقة للكيك يا جماعة هو الدقيقة الفاخر استخدمت في الوصفة دي دقيقة الضحة وتقدروا تستخدموا أي دقيقة فاخر متوفرة عندكم وده نوع البيكنج بودر اللي استخدمتوا علشان كتير بيسألني عنه قبل أي حاجة هسخن الفرن بتاعي على حرارة 180 تاني حاجة هعملها وأهم حاجة هي تجهيز القالب عندي هنا ورقة زبدة هجيب القالب بتاعي أدهنه من جوه زيت أو سمنة أو زبدة بسيط وبفرشة هوزع الزيت على كل الصينية بعدين هجيب منديل أشيل أي زيادات علشان ما نضيف الدقيقة ما يكونش كتل في الصينية فتطبع على الكيك من بره لما خرجه كده القالب بقى تغلف بالزيت وشلنا أي زيت زيادة منه هاخد بقى معلقتين دقيق وابدأ أبطن القالب بالطريقة دي هلف الدقيق كده في الصينية واخبط عليها علشان أشيل أي زيادات واتأكد إن كل جزء من القالب بتاعي تغلف بالدقيق أما عنديق الزيادة فهنتخلص منه بالشكل ده هقلب الصينية على ورق الزبدة واضرب عليها كده بإيدي علشان تنزل كل الزيادات وتخلص منها تماما وعلى نفس ورقة الزبدة هنخل المكونات الجافة هضيف الدقيق وعليه الملح البيكنج بودر والبيكنج سودة نوع الدقيق ونوع البيكنج بودر من أكتر أسباب غمقان الكيك يا جماعة وفيه سبب كمان اللي هو زيادة مدة الخبز علشان كده يفضل نستخدم دقيق ثاخر مع نوع بيكنج بودر جيد ونلتزم بمدة الخبز المسكورة في الوصفة كده أنا نخلت الدقيق وفكت أي تكتلات فيه علشان الكيك يطلع اسفنجي كده وهش ونخلت كمان البيكنج بودر علشان لو فيه أي كتل ما تعملش نقط غمق جوه الكيك هنقل الخليط الجافة بولة واسبهم على جنب في الخطوة دي بنستخدم مدرب كهرابي أو خلاط كهرابي أو عجان حسب المتوفر عندكم أول حاجة هضيف البيض واخفق لمدة دقيقتين على سرعة عالية بعد دقيقتين هضيف السكر بالتدريج أثناء خفق البيض وهستمر بخفق البيض مع السكر لمدة خمس دقيق على أعلى سرعة هتلاحظوا إن قواموا لون الخليط تتغير معاكم بأفاتح كسيف والضاعف دلوقت هوقف خفق وهضيف الفاناليا بشر البرتقان الخال والزيت ملحوظة مهمة بخصوص بشر البرتقان يا جماعة استخدموا مبشرة نعمة لأننا محتاجين الطبقة اللي بلون البرتقالي مش عاوزين الطبقة البيضة اللي تحتها إطلاقاً هخفق ثاني لمدة دقيقة هوقف خفق ثاني ووضيف جزء من خليط دي اللي نخلته قبل كده وبالتبادل هضيف معاه جزء من عصير البرتقان يعني شوية نضيف دقيقة ونستنى يختفي وبعدين نضيف عصير البرتقان وهكذا على مرتين أو ثلاثة بالتبادل أهم الشيء في الخطوة دي الخفق على أحدى سرعة أشبه ما يكون باستخدام مضرب يدوي كده خلصت العصير كله هضيف بقى باقي كمية الدقيق واخفق بسيط جداً يدوب بس الدقيق بتاعي يختفي ووقف خفقه تماماً اخر حاجة هنضيفها هتكون الزبادي وهخفق بس المدة دقيقة واحدة على سرعة هدية الزبادي بيخلي الكيك فاتح طري وهش جداً بس كده مش هخفق تاني ده قوام الكيك راحتها من دلوقتي خطيرة جداً القلب بتاعي جاهز والفرن بتاعي ساخن ودي من أسباب نجاح الكيك إن الخليط أول ما يخلص على طول يدخل لفرن لأن البيكنج بودر بيضعف تأسيله لما بنسيب الكيك بره كتير بدون خبز بالتالي الكيك مش بيطلع مصبوط معانا ودي ضمن أسباب فشل الكيك هضيف الخليط كله بالشكل ده وملحوظة مهمة جداً يا جماعة القلب ده مقاس 24 مفرغ من الداخل يعني مناسب لتسوية كيك بتلت أكواب دقيقة كمان ينفع في قالب مقاس 26 و28 لكن لو هنستخدم قالب مسطح مش مفرغ من الداخل فهنستخدم صنية مقاس 26 و28 أو 30 هخبز الكيك في فرن ساخن مسبقاً على حررة 180 لمدة 45 دقيقة ومش هفتح باب الفرن على الكيك إطلاقاً طول مدة التسوية طبعاً الملحوظة دي للبنوتات اللي أول مرة يعملوا كيك وفي الفترة دي هحضر سوس البرتقان البسيط فحلها هضيف كوباية وربع من عصير البرتقان الفرش هصفي العصير كويس علشان لو فيه أي زيادات أتخلص منها وهضيف عليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقة جبيرة من النشط بقلب الأول كويس جداً قبل ما افتح النار أول ما الخليط يدوب تماماً هفتح عليه النار واستمر بالتقليب المتواصل لحد ما اوصل بالخليط للقوام ده ده السمك المطلوب للسوس هشيله من النار واسيبه يبرد على جنب بعد 45 دقيقة هفتح على الكيك مش قادرة بقى اوصف ليكم ريحة البيت بتكون ازاي من كيكة البرتقان ما شاء الله واخدى لون ممتاز ارتفاع مظبوط والنطج كامل جداً من جوه بنختب النطج الكيك بعود خشبي العود خرج بدون زيادات وده معنان الكيك بتاعي نضج تماماً أما إذا خرج بزوايط معنان الكيك محتاج من 15 دقايق على حرارة 170 أو 175 هخرج الكيك بتاعي على طولة حطه قدامي كده وفوق الصينية هحط شبكة واقلب الكيك على الشبكة بالشكل ده وهسيب الكيك بتاعي يبرد تماماً بدون مرفع القالب ده هيحافظ على الكيك ما هيبطش معايا وتفضل مرتفعة زي ما خرجت من الفرن الكيك بعد ما برد هتأكد ان الحروف بتاعته مش لازقة في الصينية بعدين هرفع القالب بالشكل ده ما شاء الله خطيرة جداً أحلى وصفة كيك برتقان هتجربوها حرفياً هجيب السوس واضيفه عليها كده نقطع بقى ونشوف الجمال من جوه الكيك طري جداً في التقطيع لون فاتح من جوه وتسوية ممتازة شايفين شكل القطع؟ كيك زي القطن خفيف جداً ومش مكتوم إطلاقاً واخد لون مصبوط من كل الجهات نوزع عليه بقى كده شوية سوس وناكل طرية جداً ومش بتفلول يعني حققنا كل المعادلات الصعبة كيك مرتفع زي القطن طري بتسوية ممتازة مش مكتوم والأهم الطعم بدرجة انتياز كل مكون ضفته في الوصفة دي أضاف ميزة لها ودلوقت هقول ليكم شوية ملحوظات سريعة كده لنجاح ألي وصفة كيك كل المكونات تكون بحارة الغرفة سواء البيض العصير الزبادي أو أي مكون أياً كان هيضاف للكيك سبب غمقان الكيك بناء على تجربة الشخصية بينحصر في ثلاث أسباب هي نوع الدقيق نوع البيكنج بودر وزيادة مدة الخبز يعني نستخدم دقيق فاخر نستخدم نوع بيكنج بودر جيد ونلتزم بمدة الخبز المذكورة في الفيديو التجهيز المسبق للوصفة يعني قبل أي حاجة بالترتيب كده نجهز المكونات ونوزنها سواء بالكوب أو الميزان نسخن الفرن نبطن القالب بعدين نشتغل بالكيك خليط الكيك أول ما يخلص على طول يدخل مرحلة الخبز لأن تأثير البيكنج بودر بيقالي لما بنسيب الكيك بدون خبز خطوة نخل الدقيق والبيكنج بودر أو أي مكون جاف بتساعد إن الكيك يكون خفيف وسفنجي جداً كمان كتير بيسألوني عن إن الكيك بيكون في نقط غمقة النقط الغمقة دي بتكون إن البيكنج بودر بتاعكم ما تنخلش كويس وعامل حبيبات الحبيبات دي عملت لون غامق جوه الكيك طب ليه الكيك بيطلع مكتوم علشان ما نخلناش الدقيق الدقيق يفضل إنه يتنخل مرة واثنين الكيك بيطلع ممتاز جداً جداً طيب إزاي نتفادى هبوط الكيك الكيك أول ما يخرج من الفرن على طول على شبك التبريد بدون منشيل القلب من عليه لحد ما الكيك يبرد تماماً ده هيساعد إن الكيك يفضل محافظ على ارتفاعه دون ما يهبط إطلاقاً والفيديو ده من القلب لم أبخل فيه إطلاقاً بأي معلومة أتمنى أكون قدرت أوصل ليكم كل المعلومات والأسرار الخاصة بالكيك وإن الوصفة دي تكون عجبتكم إذا عجبتكم طبعاً ما تنسوش تعملولي لايك وأخيراً رسالة لأصحاب القنوات الجديدة اللي حابين ينشروا محتواهم أعلنت قبلي كده في أكتر من فيديو إن أنا خصصت جروب الفيسبوك علشانكم هو مش مقتصر فقط على وصفاتي يا جماعة هو لي وليكم تقدروا تشيروا عليه وصفاتكم الخاصة بالطبخ وإن شاء الله هتلاقوا تفاعل كبير ونتيجة كويسة جداً في الترويج لقنواتكم وبكده أكون خلصت وصفتي لليوم أتمنى من كل قلبي إنها تكون عجبتكم لو عجبتكم الوصفة فما تنسوش تعملولي لايك للفيديو ده المأدير بالكوب وبالجرامات تحت الفيديو في صندوق الوصف وهيظهر على الشاشة دلوقت أربع كومنتات اخترتهم عشوائي وإذا حابين اسمكم يظهر معايا الفيديو الجاي كل اللي عليكم تعملوا إنكم تعملوا لايك للفيديو ده وتسيبوا لي كومنت برأيكم تحت الفيديو كمان إذا أنتم جدد على القناة وأول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو واضغطوا على زر اشتراك أو سابسكرايب وما تنسوش تفعيل جرس التنبيه هيوصل ليكم إشعارات بوصفات الجديدة أشافكم على خير